وأيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عين عزبة الشعب هو الطريق بين الجبلين فيه عين عزبة أي عين ماء فأعجبه أعجبه طيب العشب وفقال لو أقمت هاهنا وخلوت يعني يريد أن يقيم هاهنا في هذا المكان فيبتعد عن الناس ويخلو لعبادة الله سبحانه وتعالى ثم قال لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فما كانوا يفعلون شيئا إلا أن يرجعوا أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام مقام أحدكم يعني في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله ستين سنة استمع مرة ثانية مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله يعني بدون جهاد ستين سنة لو أنه تفرغ للعبادة ستين سنة فمقامه في الجهاد في سبيل الله خير من هذه السنوات التي قضاها في عبادة الله سبحانه وتعالى أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة جاهدوا في سبيل الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة فواق ناقة هو ما بين الحلبة والأخرى لما تحلب الناقة فتحلب ثم تتركها قليلا ثم تحلبها مرة ثانية هذا هو فواق الناقة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول جاهدوا في سبيل الله من جاهد في سبيل الله فواق ناقة لما بين الحلبتين وجبت له الجنة وجبت له الجنة والحديث في مسند أحمد وغير بسند حسن بسند حسن ترجمة نانسي قنقر